اشتركوا في القناة في عداد المفقودين وكانت السلطات الفرنسية وضعت الاثنين شواطئها المطلة على المحيط التصفي خالة تأعب كما تعرض ساحل منطقة جاليسيا شمال غرب اسبانيا لعاصفة قوية خلفت مقتل شخص واحد وفقدان اثنين بحسب ما أرنت السلطات لقيمية ثلاثة أما في البرتغال فقد دادت الأمواج القوية التي ضربت الاثنين السواحل البرتغالية إلى إصابة أربعة أشخاص وتدمير عشرات السلطات في مدينة بورتو شمال البلد اشتركوا في القناة